أعرب عدد من المشاركين بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عن سعادتهم بالمشاركة بهذا المنتدى وبتقديرهم لأهمية القضايا التي سيناقشها المنتدى كذلك أكد المشاركون أن المنتدى فرصة للتعاون ولتبادل الثقافات بين الشباب من دول العالم كان عندي رغبة شديدة لحضور المنتدى ومهتمة جدا بمواضيع مختلفة وبالنسبة لي فالهدف من هذا المنتدى هو أن يجمع الشباب ليتحدثوا عن المستقبل والمستقبل ملك لنا بالفعل وملك للجميع بالطبع لكن نحن لدينا الكثير لنقدمه التنمية المستدامة من الورش الهم جدا بالنسبة لي بالإضافة إلى التغير المناخي لأنه مهم جدا للجميع لذلك أنا متحمسة وسعيدة لوجودي هنا وبالمناسبة هذه هي ثاني زيارة لي لمصر الأولى كانت تأمون ذو ست سنوات وهذه المرة أفضل بكثير أنا سعيدة جدا بوجودي هنا لحضور المنتدى أولا لأنه فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الثقافات مع الشباب من مختلف دول العالم لم أحضر أي من هذه المنتديات من قبل وأعبر عن إعجابي به لأنه يجمع موضوعات وأفكار متنوعة تمس حياتنا بشكل عام وخصوصا موضوعات مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة وأهدفها التي من الواجب تطبيقها في حياتنا قبل 2030 وأنا هنا من أجل موضوعات الرقمنا والتحاول الرقمي لأننا يجب أن نتعلم أن نستفيد من هذه الفرص سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا وأتمنى أن تكون الأيام القادمة سعيدة وأشكركم على استضافتي وأعطاء الفرصة للحديث لطالما تمنيت حضور المؤتمرات الدولية ولكن لم تتحلي الفرصة لذلك من قبل وبمجرد سماعي عن منتدى شباب العالم تقدمت إليه على الفور وبمجرد قبولي شعرت بسعادة غامرة وهذه المرة الأولى لي خارج بلادي وسعيدة بوجودي في شرم الشيخ والتي تركت عندي انطباعا جيدا إنها المرة الأولى لي لحضور المنتدى وأعتقد أن وجودي هنا سيفتح أفاقا جديدة للتفكير وسأتعلم أشياء جديدة مثل التكنولوجيا والتنمية وحقوق الإنسان وشاركت في ورشتي حياة كريمة ومن وجهة نظري هي مفيدة لمصر وستساعد على تطويرها وتطوير كل المستفدين منها